دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان لتجنب حرب شاملة وشدد على ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول إننا على وشك اندلاع حرب شاملة في لبنان وهي حرب لها عواقب مدمرة بالفعل ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت للتوقف لابد من احترام سيادة وسلامة أراضي كل البلدان أفراد قوات حفظ السلام التابعة لنا في لبنان تواصل عملها إلى أقصى حد ممكن وعلى كل الأطراف الانتثال الكامل للقرارات الدولية حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في رسالة خطية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانيو حذر من عواقب كارثية في الأراضي الفلسطينية في حال منع وكالة الأونورو من مزاولة أنشطتها أعربت في رسالة المباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانيو عن قلق العميق إزاء مشروع القانون الذي من شأنه أن يمنع الأونورو من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية إن هذا الإجراء سيخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة بل وفي الأراضي الفلسطينية بأكملها هذا الإجراء سيكون كارثة مكتملة الأركان قال إيان كلارك المسؤول بالمنظمة الصحة العالمية في لبنان أن تصاعد العنف في لبنان تسبب في مقتل 65 شخصا من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة العشرات فضلا عن إغلاق عدد من المرافق والمراكز الصحية WHO is deeply concerned by the impact of the recent escalation of violence on health systems in Lebanon including the rising number of attacks on health care workers and facilities Since September the 16th, attacks on health care have recorded leaving behind 65 deaths and 40 injuries among health staff Health facilities have been greatly impacted More than 96 primary health care centres and health facilities have been forced to close in the south due to the rising facilities